اه هل تعلم ان اهمية رأي الناس في حياتك بنفس اهمية رأيك في حياتهم ملوش لازمة يعني يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم شايف البعض منكم لازال يندهج من ظهوري فجأة وغصب على شاشاتكم والغريب ان لسه فيه ناس بتتدايق كمان من فرض ارادتي عليهم وللناس دي احب اقولهم لو لم تستطع المقاومة فانت عارف تعمل ايه استمتع فين يا جماعة روح اليأس والاستسلام اللي متعودين عليها هتيجوا عند عموهم وتقاوموا وبعدين معلش انتوا ليه محسسيني ان انا باختفكم الخطفة دي لصالحي انا لقدر الله ما كلوا ليكم عشان اديكم من خبراتي مش لمجد الشخص يعني على سبيل المثال او لفرض ارادتي على الاخرين او حتى انت قاما منكم انكم قفلتولي القناة الرسمية على اليوتيوب لا 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 خالص والله خالص انا بعمل كده عشان عارف ان لو بطلت اديكم من خبرتي هتلبسوا في الحقيقة وانا لا انا ما يخلصنيش كده يلا ندخل على حلقة جديدة بيقولوا كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس وانا بقول لكم كل اللي يعجبك والبسوا اللي يعجبك وعملوا اللي يعجبك بقى بطلناها بقى دي بقى الله وإلا هتاكلوا على قفاكو وهتلبسوا الناس الناس اللي مقرهاش غير الكلام طبعا بعضكم بيقول من وراء قلبه انا ما يهمنيش كلام الناس وهو لو حد عمله رياجت ها ها على البروفايل بيكشور بتاعته ممكن ينم عيط للأسف صعب جدا على ناس كتير انها ما تبقاش مهتمة بكلام الناس التانية ولو قدرت تتجاهل كلام الناس او كلام عامة الناس هيكون اصعب عليك تتجاهل رأي الناس اللي بتعزها كلام صحابك اهلك معارفك اللي بتصق في رأيهم بتصق في ذوقهم صعب قوي 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 ان انت تتجاهل رأيهم فيك كلام الجران والنم والهمس ولا الناس هتقول علينا ايه بيت بس كويس اعرف واحد قال لبنته على حاجة عايزة تلبسها البسيها عند حد من صحابك برا وانت رايحة لحفلة عشان محدش من الناس في المنطقة يشوفك وانت لابساها صح يا بنتي ولا لا يعني هو كأب وراجل ما عندوش مشكلة في اللي بنته هتلبسه لكن الان من رأي زميله في المنطقة في لبس بنته عشان لما يقعد معامل بالليلة على القهوة ويقلب الليلة لقصه ويحط رجلة على رجله ومسك الضمرة ويبص بقى عنكبوت قاعد في القهوة محدش يقول له مثلا يقبش مهندس اللي بنتك هتلبسان برع ده وفي ايه في حاجة اقول ليه بدلا لما يسمع الكلام ده عن بنته ويحط لقي الشيشة القص ده في عينيه لأ هو عمل حساب لكلام الناس واخرج مشهد سينمائي بناء على كلام الناس وكسر نفسه في عين بنته وخلاها تشوفه بشكل مهترق تماما ومخرم عشان خاطر كلام الناس اللي أصلاً لا هيودي ولا هيجيب ليه بنستمد رأينا في نفسنا من الآخرين ليه بنقيم شريك حياتنا حسب اللي هيقوله الناس عليه أنا عرفت بنات اتجوز الدكتور عشان بس تقول ختيبة دكتور أحمد قدام الناس ممكن تكون هيا مش طيقه عادي بس ده دكتور وهيغز الناس يا بص يا سخيفة اللي جاة دي بس عجباني مش عارف ليه والنعمة أعرف بنت فركشت خطوبة عشان تقول كان الدكتور والله هو ما عجبنيشي اه والله العظيم قالت نيشي بعد ما اتفقوا عن نيشي نفساً خالص في بيوت بتخرب بسبب كلام الناس صعب ننكر ده في ناس مش بتاخد خطوة ناحية اللي هتنوت وتعمله علشان قلقانين من رأي الناس وجملة فلسل رعب مستمر ملوش نهاية بيتسلم من جيل لجيل وبيتزرع في جيل بعد جيل الناس كتير مسلمة ودانها للناس وناس تانية حطى مناخرها في حياة الناس والواحد أمره ما يبقاش في ايده خلاص بقى في ايد الناس والأخبطة غريبة في الأعضاء حضرتك خلي ودنك في جيبك وطلع مناخرهم من حياتك في السنين الأخيرة ومع اكتساح السوشيال ميديا هي طبعا السوشيال ميديا باقي الناس كبر واستوحش وحجز الكرسيين اللي جنب السواء أصبح انك تقول رأيك في حد مش بيتطلب انك تبقى عارفه أساسا يكفي انك تحط صورته وتكتب عليها اللي انت عايزه الناس تعمل شير ومسلسل الرعب يتحول لـ 3D وياخد أبعاد تكنولوجيا في حياتنا وده صعب علينا جدا فكرة ان احنا نتجاهل الناس هتقول ايه الموضوع بقى فاعلا شرس لأنها خلاص ما بقيتش تقول لبعض في جلسات النميمة دي لا الموضوع كبر بقيت بتقول انبوبلك بس هل برضو ده معناه اننا نعيش طول حياتنا كل اهتماماتنا بتنصب على ان الناس هتقول ايه أكيد لا وعلى رأي عموهم اللي هو انا تقول لي رأيك ليه هو انا سألتك عليه دم دم تكا دكا دم دم فانا بقى يا حدوهم قلتلهم ايه طب حلفان على حلفانكو لروح الحنة دي بالشرط روح انت فرح بالشرط بخفتش من كامل الناس عموهم مش قصدي مش قصدي قصدي يعني ما شغلتش بقى لك الناس هتقول عليك ايه يا حدوهم المسأل اللي انا اخترعت بقول ايه تاكل كافيار تاكل فول برضو الناس هتقول هتقول الله لا الله 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 ده هلين يا ابني لا سيلا يا ابني ما نعمل مع الناس دي واجب يلا زكاة بتتمرمك ليه في الارقاء بتورش استاذ علي لو انا حبيت بنت مفيش علي التعزمان خلاص كان الاول لحبيب قبل ما تقفلوها وايه لو حبيت بنت دي يعني هل ده حدث غريب يعني نفهم منك نشتري منك حاضر وهي بنت اصول ومحترمة جدا والاهم انها بنت بلد وجدعة فعلا دول اربع صفات لصفة واحدة كل دي صفات واحدة ولو لقيتها تبقى محظوظ وليه يا صحاب المفروض انه هم قريبين مني ايه المفروض هو انت شاكك في ده ولا ايه يعني ليك الصحاب انت ولا ليه هي ليك انت في ايه يا جماعة وتكلموا معايا اكتر من مرة انها مش مناسبة لي وهنا اعزائي المشاهدين تبدأ فقرة السيرك لما صحابك او الناس بشكل عام يلعبوا بودنك زي ما بيلعبوا بالكور كده في السيرك لا 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 طب لو الجملة في القصير ما تقول لي سندني بحاجة بدلا ما انت عم بتاكل فاكهة عندك وانا اللي مخلصها الاحوال المادية متوسطة هلي ايه اهلها مش كويسين يعني ايه بس انا شايف غير كده خالص الود انسانيته لسه فيها امل الروح الروح الانسانية بترفص بس مع الوقت كلامهم بيأثر فيا اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه عموم عموم اعمل ايه اقولك انا تعمل ايه تعمل لهم فقرة السحر تجمع عرقهم كده تجيب كده قبعة سوداء بحاز كده جميل لميع وتجيب قراء الناس وحطوهم فيه خبطتين تاك 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 وتقول بقى كلمتين اللي هوما التلاصم دول ايه حاجة اكبرع بروية او غنى ايه حاجة الوجزة بص 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 على القراء رأيك يا استاذ رأيك يا يعني وتختص بيدك تحفر هاتك يا حفرة 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 تطلق ابا بس لكن قبل ما تعملوهم فقرة الساحر احب اقولك ان لو الحاجات اللي قالوها دي مش فرق معاك حتى ولو بنسبة قليلة ما كنتش هتتأثر ده غير ان اسمح لقولك يعني ان لما صحابك يقولوا رأيهم في شكل حبيبتك دي حاجة مش رجولة خالص يا مان بلاش يا مان ياسطى بلاش ياسطى يا كابتن بلاش يا كابتن يا ابني بلاش يا ابني لان المفروض انها مش عايزة تنرفز شكلها وكل اللي يخصها دي حاجات تخصوك لوحدكو ويمكن هي تكون حلوة في عينك انت فده بصراحة تبرع مريب بالرأي مش فاهم بصراحة يعني هو صاحبي عايزة نحبه واحدة عجباه هو بيتمناها يعني غريبة واخيرا وليس اخرا لو هي عجبك ما تسمعش من حكاك دم دم تكا دكا دم دم كنت هستولي حاجة؟ يعني اشطى مش حالا مش حاجة لازم عرفة تاني تاني بتقرق ضافرك تاني يا ابني رجلك هتتبري دلوقتي انا من اربع سنين كنت بحب واحدة كده وما كنتش عارف اكلمها ازاي بقالك اربع سنين معجب بيها يعني باكريليوس اعجاب وتقول السنين دي الاعجاب ما تطورش لشهادة يعني مفيش اي خطوة تاخدت مبقاش حب حتى اربع سنين بتريبها في صمت بتكسب على كده كويس؟ او بمعنى اصح خايف وكنت كاتم الموضوع بيني وبالنفسي عموه اه لأ طالما خايف يبقى صح جده خايف صح؟ انا فعلا ببقى عايز افهم اللي خايف يروح يكلم حد بيكون خايف من ايه؟ من الرفض؟ والله الرفض احسن بكتير من انك تفضل قاعد كده في التلاجة على زمة امل يهيج يا ماجيش معلينا بس قلت فضل واحد صاحب يقال عليها كلام زبالة؟ انتهبني سايب الهارد ديسك بتاع دماغك ليه في المانور؟ يعني بتستقي معلوماتك فقط من الرغي على القهاوي بتجيب الثقة دي في كلامهم منين؟ كل ده والبنية يعيني في حالها اصلا مش حاسة بوجودك بس قلت اسأل عليها ناس تانية من صحابها او معرفها اه جرستها في كل حياتها يعني وهي اساسة ممكن تكون معداش اي فكرة ان انت تخلقت في الدنيا فيه اللي قال لي انها شمال وفيه اللي قال لي انها محترمة وانا محتار مش عارف اصدق مين بص انا مش عايز اصدمك واقولك ان انت لو رحت سألت ناس كتير عن اي شخص في الدنيا هتكون دي النتيجة انت لو رحت سألت نفس الناس عنك انت شخصيا هتسمع الرأيين ان انت حلو وان انت زبالة كل واحد يبقى شافك بشكل لكن انت رحت اتكلمت مع كل الناس عشان تعرف شخصيتها معادة هي نفسها شخصيا يعني انت عايش في عالم خيالي حزين مليء بالشكوك تجاه واحدة ممكن تكون بتحبه واحد تالت اصلا دلوقتي ومش بقيدي يكونوا تخطبوا يبني وبشربوا العصير دلوقتي كروسات كده اللي هو عارف اللي هو يعني انت اصلا مش من حقك يا معلم تسأل عليها الا لو بتسأل عشان رايح تتجوز تخطب خطوة ايجابية يعني خطوة رسمية واعتقد ان شخص مذبذب كده كلمة تجيبه كلمة توديه مش هيكون مستعدة نفسيا لقرار زي قرار الجواز وان هو هيكون مسؤول عن واحدة ست او مسؤول عن انسان تاني الموضوع ده كان حل ويخلص في الاسبوع الاول من الاربع سنين دول بداية الجامعة دي بانك تروح تكلمها وتعبر لها عن مشاعرك وتكتشف شخصيتها بنفسك والمفروض ان انت ليك رأي والنبي ما تنسى الحكاية دي يا تكون مش عايزك وساعتها تبقى عرفت راسك من رجليك وخلصنا او ترفض ونبقى عرفنا راسنا من رجلينا وخلصنا لكن انت كده واحد بيحب بكليته مش بقلبه واخيرا وليس اخرا سألت على العجباني ولا كلمتهاش حيروني سنين وبرضو ما كلمتهاش يعني فتحنا لهم بيوتنا والدناهم من خبرتنا ضيوف بقى جايين بقى سئلة عجيبة انا النهاردة بقى جمعتلك شو انا بقى اللي جمعتلك شو اتع سئلة الضيافة بقى تفرج هتنزل القهوة يا حب النهاردة بعد الفطار يعني الانسان يروح القهوة في الحر يعني لما يكون بين مشوارين مثلا محتاج قهوة ولا حاجة ماشي لكن هنزل من بيتنا وروح القهوة في الحر في الشمس انا اصلا مستغرب ان القهواجي بيروح القهوة الضهر القهوة دي يا جماعة مفهود انها لوقت محدد لكن مش ان احنا عشنا في القهوة حياتنا في القهوة هل اننا نستنى حد يبدلنا نفس الحب ده وفاء ولا غباء سناء على رأي عمتي ان كان هيبان نستنى ليه ؟ اقولكو ايه هو سر السعادة ؟ ياريت اقصال ده من بره مصر انا عارف هو اه هل النقد يساعدك على تعديل وتطوير ذاتك ولا ما تاخذ فيه ؟ لا مااخذ فيه انت بتاخذ فيه ؟ اذا كرهت اشرح كيف يصير اسلوبك معه لا مش هيبقى فيه اسلوب هيخرجه من حياتي تماما مش ذريب اي حد يخش مع العلم إن أنا ما بقدرش أكره لكني شاطر جداً في إني أحتكر برينز أعجب يالا بيه يالا أعجب يالا أدو أعجب يالا أدور على الحب ولا سيبه يلاقييني البدل في الدورة البدل في الدورة البدل في الدورة بكم يا حب وأنا اشتريك امشي يالا ما الذي ستفعله إذا أصبحت آخر إنسان يعيش على الأرض إيه السؤال ده ما هيدي الخطة يا ابني هو أنا عامل هاك ده كله ليه تكلف بعض في الآخر وأفضل عايش أنا الوحدي بين أرجيسيتي وبرانويتي بس ساعتها يبقى سيب أحدهم إيه أكبر كسبة في العالم يا تخيالوا إحنا عاملين برنامج عشان ندي خبرتنا فالناس يستعال ناسنا زي كده حلو كده يا رايس لسه في حب حقيقة لا والله آخر حتة لسه طالعة بس في حاجة نضيفة جواب السبب تبقى عدي لماذا يتغيروا البشر رغم وعودهم والنبقى جباعة الناس اللي هي لسه سبوعها كان من يومين ثلاثة دول ما يبعتوش أسئلة انت في حاجات أهم تعرفها انت لما توصل المرحلة دي يبقى انت محتاج تعرف الأول يعني إيه أكل يعني إيه بابا ماما يعني إيه عمو يعني إيه تفع ليه انت لسه في المرحلة دي حبيبي فما تسرحش دي بتاعته العظماء 8 سنين 9 سنين انت لسه شهور أهو السؤال في الرمأ هل لو الشخص اللي انت بتحبه سابك وراح لحد تاني هتنتقم من الشخص اللي انت بتحبه ولا هتنتقم من الشخص التاني مش هنتقم أصلا أنا بترفع على رأي المثل اللي ست قالتولي في مرة زمان لعم قل اللعمة فرصة سعيدة اللي تجمعنا كام مرة حسيت بالعجز حيب عليك انا مكفرش ريخ خاصة فيش الكلام ده اه أيهما أصعب بالنسبة إليك أن يلاحقك حيوان نمر أم أن تعترف بمشاعرك لمن تحب عزيزي المستمع إذا طاردك نمر متوحش وجاء مدربه وقال لك إن اعترفت بمشاعرك لمن تحب سأوقف النمر عنك عندها يا حزينة على عمرك هتعترف بمشاعرك عندكم مطبخ في البيت؟ لا إحنا بده بده إحنا بده وبكده نتعلمي أصدقاء الصغار اللي لسه مطلعين بطاقة إن ما ينفعش تفتح بيتك لأي حد هدينا فتحنا البيت للأسئلة شوفت خال إن إحنا في الزحمة دي والله العظيم تلاتة عندنا أنا أكتر من 4500 سؤال في من ده كتير بقى رايش 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 وعلى رأي المثل اللي أنا هبتكره حالاً وأنا بتكلم وباملى معاكو لحد ما المصور يقرب مني ما تفتحش بيتك لأي حد بالذات الجمعة ويوم الحد وهنا عديها دوم دوم تكت هتقولون مده العيوان منور يا رضا إيه دا عمهم آه عمهم ذاك يا رضا الحمد لله عمهم أنت عندك خبرة يا رضا في إنك ضيف دا بيختلف من سلوك الشخص التاني حلو بقى عايز أفهم أنت وإنت داخل بيت حد بتبقى شاغل بلك بإيه أول حاجة المكان اللي أنا هدخله هكون عارف إن أكنه دا زي بيتي وعلى حسب العلاقة ما بين المضيف اللي ضيفني يعني في البيت عنده مثلا يعني يوم واحد ولا يعني على حسب ولا برحاتكو ولا برحاتنا على حسب الأيام دي كلها وعلى هذا الوضع بشوف أنا إيه اللي هتعامل فيه وأنا أثناء وجودي في البيت يعني بتتعامل في إيه إيه الحاجات اللي أنت بتقدمها غير أي ضيف يعني ما شوف مكاني الأول إيه الحاجاتي هرتبها إزاي هحطها إزاي إيه دا حاجاتك ترتبها آه ما بترمهاش كده بقى كان ركت في مروحها وفكت لا طبعا لازم أرتب لازم تكون مرتب في كل حاجاتي إيه اللي بيخليك بعد ما بتاكل في طبق أو بتشرب في كباية بتخسلها وراك إيه مش دا بيته المفروض تمام بس دا أنا اللي شارف في الكباية دي فأنا اللي لازم حاجتي أنا اللي بقوم أعملها أولا وأنا اللي بخسلها وراي على طول وأول باول بنجز الموضوع على طول إنت بقى إيه أكتر حاجات لما الناس بتعملها وهي عندك في البيت إنت بتبقى مخنوق جدا بس مش قادر بحكم حاجات كتير قوي مش عرف تتكلم عنها إيه اللي قطوات اللي بتتعمل منه آه نظافة طبعا إنه ما بيرجعش الحاجة اللي أخدها مكانها تاني إيه السبب اللي بيخلي رجالة كتير بتتصرف بالطريقة النطعة دي إنه هو معتمد على إن غيره بيعمل له كل حاجة آه في بيته يعني معتمد إن مامته أو يعني دي هي اللي بتنزل أو أخته أو أخته أو أي معتمد إعتماد كلي على الآخرين في إن هم يعملوا كل حاجة فبتالي هو في واضي طول الوقت فشغل نفسه بحاجات تانية وما بيساعدش فالله هو إيه الحاجات حطت قدامه فهيأكل رضا أنا مبسوط جدا جدا أنت كنت ضيف النهاردة ومبسوط أن أنت طول الوقت ضيف محترم وضيف جميل ياريت كل الضيوف تبقى كده ولا حتى ربعهم الدنيا هتختلف تماما شكرا جزيلا المكانة لو بردت دلوقتي ومعاك فرصة أن أنت لمدة 20 ثانية توجه رسالة للعالم كله اسمعها الرضا محتاج يقول إيه في 20 ثانية للعالم كله إنه يعمل الخير دايما وإنه يبقى شخص إيجابي طول الوقت وأنا في جملة جدا عجباني محبها لا خطيئة أكبر من الرغبة لا لعنة أكبر من عدم الرضا لا بلية أكتر من ابتغاء شيء للنفس من يعرف ما يكفي سيحصل دائما على ما يكفي نورتيني جدا أريد نورتيني احنا شوية كده أحدهم يجي نشوف لو نعمل حاجة في الحياة نستنى عدين 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 أحدهم أحدهم وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت إيه رأيكم فيها الحقيقة إن رأيكم مش هيفرق كتير كده كده بتتفرجوا علي غصب عنكم وبديكم من خبرتي وأه أنا شايف التناقض بقول لكم ما تسمعوش كلام حد وفي نفس الوقت عايزكم تسمعوا كلامي بالعافية أنا متناقض يا سيدي بس ما تنسوش برضو إن انتوا اللي بتبعتوا تسألوني وسبحان الله أحط عليكم تبعتوا لي برضو تاني المهم قبل ما سيبكوا ترجعوا لحياتكوا عايز أقول لكم حاجة إن أنا مش بقصد إنكم ما تتقبلوش النقد أو تقبلوا التحذيرات المهم يكون عندك رأي واضح جدا ومفهوم جدا اللي انت عايزه في حياتك واللي انت متأكد إن هو ده اللي انت عايزه واللي انت متأكد إن هو ده اللي هيريحك انت لوحدك طبيعي إن هو ما يعجبش ناس تانية مش لازم يريحهم هما كمان ساعتها هتكون منطقة أمان بالنسبالك منطقة حلوة جدا هتخليك تعرف تميز بين الشخص اللي خايف عليك والشخص اللي غيران منك والشخص المؤنب في المطلق الناس كتير قوي وكل يوم برأيه وقبل ما تسمع كلام حد وتخليه أثر فيك افتكر حاجة مهمة جدا 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 إن الشخص اللي فعلا بيعزك عمره ما هيفرق معاه انت بتعمل إيه في حياتك خالص وإن الشخص اللي بيكرهك مش هيفرق معاه مهما عملت حاجات كويسة في حياتك وإن الاهتمام بكلام الناس قضية خسرانة مية في المية الموضوع صعب إنك تغيره جواك في يوم وليلة تبقى لك سنين عايش كده بس على القلب لازم تبدأ وزي ما بيقولوا المحتاس هو اللي ماشي ورا كلام الناس بس أنا لأ المهم هتقولوا يا أولاد إن إحنا دايرين حتى لو البيت ما فيهوش جنيه دا دا انتقام بجد على فكرة أنا فعلا قادر أوزى حب عليهم أمه التلاتة ومش بأفر أنا قريب جداً دا غف والموضوع يا بانا غريب بس هنتبسط انت حياتي محدش يلومني ولا يعتب علي هو أنا لو جوع تعملي على الله إحنا نطلع الزراعة بدون فوانيس يا كدهب دا لو عندنا في البلاء دي كانت هتبقى فيها كدهب تامي الحرك دا حركة الفيلمة جداً إيه يا عموم؟ 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 أرى مش عايد حتك احنا clips حتك دا حتك حتك بن يا ما